موسيقى مشاهدين الكرام حصادنا الإخبارين نقدمه لكم من ليبي بنوراما والبداية بأبرز العنوين غرفة العمليات الخاصة المكلفة من المجلس الرئاسي تؤكد جهزيتها لتحرير سرط موسيقى حكومة الوفاق الوطني تؤكد أن الحرب على داعش ليست مسئولية أي قوة موازية للذولة موسيقى الجامعة العربية تصرح أن ليبيا تحتاج إلى مساندة دول العربية والسراج يقولوا نرحب بالمساعدة الدولية ونرفض تدخل التدخل في شؤوننا موسيقى أهلا بكم تشهد منطقة بوغرين هدوءا حذرا بعد اشتباكات بلغت أشدها يوم الخميس الماضي حيث يحاول تنظيم الذولة غرس جدور له وبسط سيطرته على المنطقة يأتي ذلك مع تسارع خطوات المجلس الرئاسي بصفته قائدا أعلى للجيش نحو ضرب التنظيم وتحرير المدن والمناطق الليبية من قبضته فلنتابع في الوقت الذي تشهد فيه محاور القتال شرقي مدينة مصرات هدوءا حذر دون أي مستجدات تذكر لا تزال غرفة العمليات الخاصة المكلفة بقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتا وسيرت بحسب تكليف المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي لا تزال تتخذ من منطقة استادة مركزا لها بينما يتحصن عناصر تنظيم الدولة بمنطقة بوغرين تتسارع الأحداث وتتسارع معها خطوات المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش لتصدر غرفة عملية الوسطى مصراتا التابعة لحكومة الوفاق بيانا أكدت فيه شروع الغرفة في الاعداد لمواجهة تنظيم الدولة وأعلنت الغرفة أن هذه الخطوة جاءت امتثالا لأمر القائد الأعلى للجيش الليبي بحسب البيان هذا ودعت كافة العسكريين والمدنيين إلى نبذ الفرقة والوقوف صفا واحدا في وشهاد العدو مؤكدة انتظار ساعة السفر لبدء العملية القتالية إن غرفة العمليات المشكلة امتثالا لأمر القائد الأعلى للجيش الليبي تعلن أنها قد شرعت في الاعداد للدفاع عن الدين والوطن ضد خوارج العصر والتكفيريين الذين طقوا في البلاد فأكتروا فيها الفساد وتهيب الغرفة بكافة شباب الوطن وشرفائه من العسكريين ومدنيين إلى نبذ الفرقة والوقوف صفا واحدا وفي السياق ذاته أكد مصدر عسكري لقناة بانوراما أن الجهات العسكرية المكلفة سواء القوات الجوية أو البرية أو البحرية تستعد لساعة السفر لإعلان بدء تحرير سرط من يد تنظيم الدولة مشيرا إلى أن غرفة العمليات بشرت في وضع خطة عسكرية سيتم الإعلان عن بدء مراحلها الأيام القليلة القادمة تأتي هذه الاستعدادات في الوقت الذي أصدرت غرفة العملية قرارا يمنع بموجبه تحرك السيارات المدنية تجاه منطقة العمليات العسكرية بوغرين من بوابة السادة ولفتت الغرفة في بلاغ صادر عنها أن الحركة بالمنطقة المذكورة تقتصر على السيارات المسلحة اعتبارا من اليوم لا حد مهددة المخالفين باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم تأتي هذه الإجراءات المتسارعة والقرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي تزامنا مع صمت حفتر وأتباعه من مرتزقة وأزلام من عملياتهم المزعومة لتحرير مدينة سرط ليلجم حفتر وأتباعه وتختفي عملياتهم المزعومة عن الصاحة الإعلامية سواء إن كانت القردبية 2 أو سرط الكبرى فجميعها أسماء والواقع يكذب وجودها أكد أمير محور الحيلة والفتائح مفتاح حمزة مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم الدولة أثناء المواجهات قرب بوابة بوغرين يوم الجمعة الماضي ممن كانوا يقاتلون في صفوف التنظيم بمحور الفتائح وأضف قائلا أن عناصر التنظيم الثلاثة الذين تم التعرف عليهم من مدينة درنهم بدر لكزيري محمد لكزيري ونضال فينوش إضافة إلى ثلاثة قتل آخرين من عناصر التنظيم لم يتم التأكد من هوياتهم وإنه سيعلم عنهم لاحقا حسب قوله يؤشر إلى أن عناصر تنظيم الدولة بعد انسحابهم من مدينة درن اتجهوا نحو مدينة سرط أحاوزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة بأن الحرب على تنظيم الدولة في سرط من مسؤوليات سلطة الدولة المتمثلة في حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي وليست مسؤولية أي قوة موازية كما أكد أن بسط النفوذ على كل التراب الوطني الليبي ما هو إلا مسألة وقت مشيرا إلى أن اتفاق الصخيرات يؤمن حقوق الجميع وتوقع أن يلتحق المتحفظون عليه بالمصالحة الوطنية في تسجيل مصور تحدث عبد الرحمن بشير أمير كتيبة تاكفرفت عن حقيقة الاشتباكات التي وقعت على مشارف منطقة زلة وأوضح أن الاشتباكات كانت مع حركة العدل والمساواة السودانية التي تقاتل تحت مسمى الجيش الليبي أحمنا الفصيل الذي كان يقاتل فينا من العدل والمساواة ولكن إرادة الله عز وجل لم تمكننا من رفعه في جثث والله على ما أقوله شهيد اتدعى المتحدث باسم رئاسة الافان إن لديه أسرة أتحداه في هذا الفيديو أن يخرج أسير واحد اتدعى أو جريح أو قتيل كما أكد عبد الرحمن أن الثوار لا تحكمهم أي إيديولوجية فكرية وإنما تنادو فقط من أجل حماية الوطن ومحاربة ما يسمى بتنظيم الدولة والله لا تهمني أي إيديولوجية لا نال الشباب هدين بالكامل الشباب بالكامل هدين تواب أقسم بالله ما تنادو إلا لحماية الأرض والدين والعرض اليوم يبدى عادل ومساواة سوداني مرتضى يجيب ناصر بن جريد وتعرفوا حقيقة أنت من ناصر بن جريد تغذي فيه عيشة وغيرها بالفلوس بشي يخط له أبنائنا تعال وخاطب التريس يقول أنا يلي بي نمشي يسيرت بنحررها احنا مش ندخلوك احنا يلي قدامه وبينا الفيديو بعض السيارات التي غنبها الثوار من حركة العدل والمساواة في اجتباكات زل الأخيرة وأن بعضا منها يتبع إلى ما يسمى بالجيش الأبي ولها أرقام عسكرية في الشرق أو في درمة أو في أي مكان أو مغربية أربط العدل والمساواة بالجيش ماذا يعني عدل المساواة بالجيش يعطيني العلاقة ما بين الرقم 243 يلي ماسك النقلية بادي وفتبت الرقم هذا وربطي شين علاقة الرقم هذا بالعدل والمساواة هذا القبض ما عليها في مكان واحد زار رئيس المجلس الأعلى للذولة عبد الرحمن السويح لأستبت مستشفى الحوادث وطوارئ بمدينة مصراتة وتوفقد أحوال الجرحة الذين سقطوا خلال المواجهات العنيفة ضد ما يسمى بتنظيم الذولة في أبوغرين شرقية المدينة وتعهد بتكتيف الجهود لنقل جميع الحالات الحرجة للعلاج في الخارج كما قام السويحلي بتقديم واجب العزاء إلى أسر الشهداء الذين سقطوا خلال هذه المعارك خمس مؤسسات وهيئات وعدد من الفعاليات المدنية بمنطقة الهلال النفطي أصدرت بيانا دعت فيه مجلس النواب والمجلس الرئاسي والاتحادين الأوروبي والإفريقي والجامعة العربية ومحكمة الجنايات الدولية إلى كف يد حفتر عن منطقة الهلال النفطي تفاصيل أوفى عن هذا البيان في هذا التقرير تحذير ناعم أخير في وقت تنحصر فيه الخيارات باتجاه المآلات الخشنة أم إبراء ذمة أمام الليبيين وأمام المجتمع الدولي الذي خاطبته خمس مؤسسات إذا استشعرت خطرا داهما مصدره حسب بيانهم ما يسمى القيادة العامة للقوات المسلحة وكذلك مجموعات من المعارضة السودانية والتشادية على رأسها مجموعة العدل والمساواة حسب نفس البيان الموقعون جهاز حرس المنشآت النفطية القاطع الحدودي بأجدابية ومجلسها البلادي المجلس البلدي البريقة والمجلس البلدي بالسدرة وهيئاته ومؤسسة المجتمع المدني وحكماء وأعيان الهلال النفطي كل هذه المؤسسات والهيئات خاطبت المجلس الرئاسي ومجلس النواب والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ونظيره الإفريقي وجامعة الدول العربية ومحكمة الجنايات الدولية أنكفوا يد خليفة حفتر عن منطقة الهلال النفطي فليس يعنيه الإرهاب المتمترس بسرط بقدر ما يعنيه الاستلاء على موانئ النفط المنتشرة على طول سواحل المنطقة وذلك ما من شأنه أن يمنع تنفيذ أي اتفاق وصل له الليبيون وفق نفس البيان الذي طالب من خلاله موقعوه المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بوصف ليبيا خاضعة للبند السابع طلبوه بتشكيل لجنة للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل هذه الأطراف يأتي هذا البيان بعد عزم حفتر الزحف نحو سرت مرورا بمنطقة الهلال النفطي وهو ما يخشى أن يكون مقدمة للسيطرة على هذه المنطقة ويأتي كذلك بعد كسر التنظيم قوقعته غرب سرت ومهاجمته مسراطة فأضحى النازحون من سرت والهيشة وبوغرين نحو بني وليد بالآلاف وهو ما ينبئ بتعقيد الوضع الإنساني والاجتماعي لو أصر حفتر على الاقتراب من منطقة الهلال النفطي ولو أمعن التنظيم في خنق أهالي سرت من خلال الاعتقالات والتضييقات فما هي ياتورا فاعلة الجهات التي خطبها البيان من أجل حلحلة تعقيدات هذا المشهد قال نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية أن ليبيا تأخذ معركة لتصدر إرهاب تنظيم الدولة وأكد العربي خلال اجتماع للجامعة العربية لاستعراض جهود حكومة الوفاق الليبية أن المعركة تحتاج إلى دعم قوي من كافة دول العربية لإنهاء أزمة الإنقسام التي تشهدها البلاد أمام الشعب الليبي اليوم تحديات مصيرية بلغة مخطور ليس فقط على مستقبل ليبيا بوحدتها وأمنها واستقرارها وإنما أيضا على أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة برمتها خاصة على الليبي اليوم تخوض معركة اتصادي للإرهاب التعيشي الذي اتكب بحق الليبيين أبشع الجرائي ومن حق الليبيين علينا كدول عربية وكمجتمع دولي توفير الدعم السياسي والمعنوي والمادي لمساعدة ليبيا على تجاوز هذه المهنة وتحقيق الانتصار على الإرهاب وجماعة المتطرفة التي تحاول العبث بمحاضر ومستقبل ليبيا وأمنها واستقرارها وأشار العمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن ليبيا في حاجة إلى توفير الدعم السياسي والمادي والمعنوي لتحقيق الاستقرار بالبلاد وأوضح العربي أن جامعة الدول العربية مفتوحة في كافة الأوقات لجميع الليبيين لافتا إلى أن حكومة الوفاق الوطني لا بد أن تنطلق في عملها حتى تتمكن من إنعادة الإعمار في ليبيا من جديد على حد قوله أود التأجيد معالي الرئيس على أن أبواب جامعة الدول العربية دائما مفتوحة لكل القيادات الليبية قد استقبلت قبل أسابيع قليلة معالي السيد عقيدة صادحة وأكدت له ضرورة العمل سريعا على إنجاز الفطوات اللازمة لتحقيق التوافق السياسي الليبيين وقيام مجلس النواب بمنح حكومة الوفاق الوطني الثقة اللازمة لتمكنها من وصلة مهامها وفرض سلطاتها في كافة الأراضي الليبيين والانتلاق في مسير إعادة الإعمار والبناء وإقامة دولة المؤسسات وتوحيز الأجنهة إلى أجهزة الأمنية والعسكرية الوطنية وهو من يتطلع إليه الليبيون جميعا هذا وأكد رئيس المجلس الرئاسي فأزا السراج على أن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة جميع الليبيين معشيرا إلى أن الهدف من العملية السياسية هو حقن الدماء وعودة الاستقرار إلى ليبيا ونحن من هذا المنبر نؤكد على ترحيبنا بجبيع المبادرات السياسية والاجتماعية والتي من شأنها المساهمة في رأب الصدع ولم الشمل ولكن على أن تكون على أرضية الاتفاق السياسي الليبي داعم لها وبالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كفانة مناورات سياسية ولتكون جميع الجهود مواجهة لمصطحة ليبيا وليست لمصالح شخصية ضيقة أو لتغليب مجموعة أخرى إن التفشي الإرهاب المتمتل في تنظيم الدولة داعش مسألة حرجة للغاية لنا جميعا وليبيا الآن أصبحت ساحة مستباحة لهم ولقد وصلنا آدى هذا التنظيم جميعا وشهدنا كيف أصبح له خلايا ومجموعات في كل مكان لذا نحن بدأنا بالفعل في وضع استراتيجية ومشروع وطني لإنهاء هذه الآفة والقضاء عليها وبالسواعد ليبيا ونحن نشاهد تحالفات دولية لمكافحة الإرهاب ونرحب بمساعدة دولنا ولكن ليس التدخل كما أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز الصراج خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة السبت على عمق العلاقات بين البلدين وعلى تعاون بشكل وثيق من أجل دحر خطر الإرهاب من جهاته أعرب السيسي على مواصلة مصر لدعم المجلس الرئاسي هذا وتناول اللقاء تفعيل الاتفاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وزيادة تنسيق وبحث عودة البعتة الدبلوماسية المصرية للعمل في طرابلوس وتسهيل إجراءات تأشيرة للمواطنين الليبيين واستئناف رحالات الطيران المباشر بين البلدين مع تواتر المباذرات حول الألية البرلمانية التي ستعتمد لمنح ثقة لحكومة الوفاق لا يزال رئيس البرلمان عقيل صالح ورئيس الحكومة المؤقتة عبداللاثني يتهمان المجلس الرئاسي بانتحال صفة القائد الأعلى للجيش التفاصيل في هذا التقرير على مدرج مطار معيتيقة لن تحط طائرة إبراهيم عميش ورفاقه من جديد فتاريخ صلحية ما يعرف بالحوار الليبي الليبي فات وانتهى آنذاك كان عقيل صالح يحجب امتعاضه من الاتفاق السياسي برفع يده بيد رافض الاتفاق في الجهة المقابلة وكان كلما اشتد خناق الاتفاق عليه وعليهم دفع بفريق مالط إلى الواجهة بدخول المجلس الرئاسي إلى العاصمة ترابلوس أصبحت هذه التعلة كما يصفها مراقبون فاقيدة بدورها للصلاحية فالاتفاق السياسي أصبح نافذا ومن خلال تركيز مؤسساته وعلى رأسها المجلس الأعلى للدولة أضحى ناجزا لكن عين المستشار لا تزال تنظر للاتفاق بعين غير راضية وبعد جلسة رفضت فيها حكومة الوفاق في نسختها الأولى وجمد فيها ما لا صفة له ما لا حق له فيه من بنور الاتفاق لم تنعقد تحت قبة مجلس النواب أي جلسة باستثناء جلسة البلطجية والدخلاء الذين جيئ بهم لتعطيل منح الثقة لحكومة الوفاق مع تواصل تعطيل الآلية البرلمانية لمنح الثقة للحكومة ومع استعجال المجتمع الدولي ونفاذ صبر الليبيين واستحالة الاجتماع في طبرق بادل بعض النواب المؤيدون للاجتماع في غدامس ولكن الاجتماع لم يحصل إلى أن بادل محمد شعيب قبل يومين ووفق مصادر لليبيا بانوراما باقتراح جديد قوامه توسيع تشكيلة حكومة الوفاق بست وزارات يقترحها النواب الرافضون بالإضافة إلى تجميد حقيبة الدفاع إجابة المجلس الرئاسي وفق ما نقلته نفس المصادر كانت رفضا قاطعا تفعل العزلة السياسية إذن فعلها في رئيس مجلس النواب وتترك على رئيس حكومته المؤقتة أثرها البالغ ويدعي كلاهما الشرعية ويعتبرون المجلس الرئاسي منتحدا لصفة ليست له ويعطون الأوامر بالتحرك نحو سرط ويقيلون آمير حرس المنشآت وقبله يقيلون مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة يمارسون سلطة ويتخذون قرارات لا تتجاوز الشاشات التي تعود الظهور عليها ولأجندات تلك الشاشات قصة أخرى بالعودة إلى الواقع لا وجود على محور ست هناك حيث يحجب غبار الحرب الممزوج بقعقعة السلاح عن رئيس البرلمان ورئيس حكومته السمع والأبصار فلا وجود لقوتهم المزعومة إلا من بعض مرتزقة العدل والمساواة السودانية وأولئك تكفل بهم ثوار الجفرة كأحسن ما يكون أما عن دخول هؤلاء كقوات أجنبية إلى ليبيا فلا يتحدثوا كلاهما وذلك من كل ما سبق أدها وأمر من جهته أذان المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر القصف الذي طال ساحة الكيش ببنغازي والذي أدى إلى مصرع أربعة أشخاص بينهم امرأة وطفل وجرح عشرات آخرين وأشدد كوبلر بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للبعتة على ضرورة محاسبة المسؤولين أيًا كانوا معتبراً أن شنى مثل هذه الهجمات سواء كانت مباشرةً أو عشوائيةً هي جرائم حرب يمكن المحكمة الجنائية الدولية محاكمة المسؤولين عنها استنكرت رابطة أهالي ومهجر بنغازي استهداف المدنيين بساحة الكيش وطلبت بالتحقيق لمعرفة من يرسلون قذائف الموت التي تكررت وبشكل مريب كما طلب البيان حكومة الوفاق أن تكون خطواتها في مستوى ما يجري من مؤامرات على ليبيا سواء في بنغازي أو الموانئ النفطية أو شرقي مصرات ودع البيان كافة المدن الليبية لحماية ثورة فبراير ومكتسباتها بحسب البيان فندت مديرية أمن طرابلوس ما تدولته وكالة ووابة إفريقيا ووابة الوسط من أنباء عن اغتيالات قطالت ضباطاً من الجيش في مدينة طرابلوس نشر الإشاعات ومحاولة إثراء خبر لتشويه سمعة أحدهم أو زرع الرعب واليأس في قلوب متلقيها وأضف لها جملة جوهرية تستهلك العاطفة وتعيد قولبة العقول وبصور تستوردها من خارج خارطة الوطن وفي النهاية هناك مستفيد وإن أردت إسقاط رمز فقط لفق له تهمة الإرهاب والاغتيالات هذا هو دأب إعلام الثورة المضادة ودون دليل أو برهان العاصمة طرابلوس يحكمها الإرهاب هي جملة لا يكاد يخلو منها لقاء صحفي أو بوست على جدارياتهم وبين عشية وضحاها صارت مدينة السلام عند بعضهم وبحسب مصالحهم اليوم تصدرت عنوين الأخبار في وكالاتهم بل وجداريات مدونيهم من ساسة ومحللين من معسكر الكرامة ومعسكر أزلام القذافي ولملا فقد تشابهت قلوبهم إنه يوم الإغتيالات وبامتياز لضباط الجيش في العاصمة طرابلوس فبحسب بوابة الوسط وبوابة إفريقيا أن الإغتيالات طالت سبعة منهم ونشروا قائمة أسمائهم ليرد شارع طرابلسي بقوائم أخرى ولكن روح الدعابة والسخرية لم تخلو منها فالمدون والكاتب سراجهويدي يكتب نعيا في الملازم نجي الأوجلي والعقيد يوسف استالين أما المحلل السياسي خالد الفلاح يعلن عن اغتيال ميغوري وأن المحقق كونن هو من يجري التحقيق في الجريمة أما جثة العقيد هتلر بوعجي لم راجع فقد وجدت ملقاة في منطقة الفرناج ونعت ريفا دين الضابط مع توجة فرج الحنحاطي التي وجدت جثتها أمام نادي الترسانة والمواطن البسيط يعلن عن اغتيال الضابط أبو جودة رئيس مركز أربع عرصات بطرابلس مديرية أمن طرابلس بدورها فندت الأخبار التي ينعق بها إعلاميون استمرأ الكذب فصار صنعتهم فإلى متى يبقى رواد هذا العالم الافتراضي يشغلون التغييب الآلي المحاكي للطيار الآلي في عقولهم فليس شرطا أن ما ينشره أغلب الناس يكون حقيقة في ذات الوقت إذا أردت تصحيح الكذب وتبيانه فتجد أكوام من الردود لأصحاب العقول المفقودة أصلا أكد عمد بلدية الصرمان في تصريح لليبيا بنوراما إطلاق صراح الطفل عبد المؤمن خالد أبو مريانا مساء اليوم الأحد بعد أسبوع من عملية اختطافه من قبل مجهولين وهو في طريقه إلى المدرسة هذا وكان مسؤول شؤون التربية والتعليم بصرمان قد علق الدراسة بالبلدية على إثر اتفاع حوادث الاقتطاف وعدم توفر الأمن لطلبة المدارس بالمدينة وجدت اليوم جثة الثفل إيهاب المعداني ذي تسع سنوات والذي اختطف منذ عشرة أيام من قبل عصابات الحرابة بمنطقة ناصرية بورشفانة وذلك بعد عجز أهله عن دفع الفدية المطلوبة من الخطفين والبالغة 200 ألف دينار أكد رئيس لجنة الاتفاق بين بلدية الصحل الغربي البشت زحوف أمس السبت توقيع مساودة الاتفاق الليبي الشامل بمتنة الزاوية لمساندة الذولة في مهامها وبخاصة الجهات الأمنية موضحا في تصريح صحفي أن عدد البلديات المواقعة على مساودة الاتفاق عشر بلديات بالسحل الغربي موشيرا إلى أنه إذا تمت الموافقة على الاتفاق فسيكون التوقيع بالعاصمة ترابلوس وبعد ذلك سيتم التواصل مع ممثلي المنطقة الوسطى والشرقية حسب قوله وبخصوص هذا الموضوع معنا عبد النبي البثافي عميد بلدية صرمان أهلا بك سيد عبد النبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية سيد عبد النبي هل لك أن تبرز لنا أبرز نقاط الذي يضمنها الاتفاق الليبي الشامل الذي وقعتموه يوم أمس بالزاوية بداية سيد عبد النبي بقناة ليبيا بنوراما وجميع العاملين بيه وجميع المستمعين لهذه القناة ثانيا بخصوص المذكرة الاتفاق الشامل لكل الليبيين أخناه طبعا متقدمين بيه إن شاء الله طبعا ثلاثة عشر بلديات في فياحة الغربي نعم واللي هي متباتلة في البلديات نعم واستمرت العاملية هذه حوالي ثلاثة شهور طبعا في اجتماعات متواطلة كل اجتماع في بلديات من البلديات نعم وفي المناسبة هذه الفتب انتخدم لجهة عمدات بلديات المجارس البلديات والمجارس المحلية في البلديات العشر والحكماء والأعيان والثوار والمجارس العسكرية اللي لبوا النداء وانتحموا مع اللجنة وتم تشكيل لجنة تتكون من ثلاثة عضو ثلاثة من كل بلدية بالإضافة واخترنا السيد برسل جحوف ريفر لهذه اللجنة اللي هي لجنة التوافق نعم ووصلنا في نهاية المرحلة إلى إعداد مشروع أو مسودة مشروع نعم وتم توقيع عليها بالأحرق الأولى في ندينة الزاوية ومن هذا المنبر نتقدم بالشروع البلديات الزاوية على حسن الاستقبال نعم نعم سيد عبد النبي بالنسبة لعدد البلديات التي شاركت في إجازة هذا الاتفاق كم تبلغ عدد هذه البلديات حتى تم توقيع عليهم من قبل البلديات الساحل الغربي هي بلديات الساحل الغربي عشر بلديات نعم عشر بلديات هي اللي توقعت على الاتفاق وهي اللي طرعت منها المبادرة وأنجبنا الاتفاق خبايا وعلى أساس بعدها حيُعرض على تقريباً فيهم حوالي 38 بلدية بحيث يصبح العدد 48 نعم يأتي غطي المنطقة الغربية والجبل والجنوب وعلينا ننتقل إلى المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية بقذر الله ونتمنى أن الاتفاق الشضايا يعام كل بلديات ننضم ليه كل بلديات نعم نعم بالنسبة للاتفاق الشامل المواقع هل سيجد حلولاً جدرية للمشاكل التي تعانيها المنطقة الغربية برأيك؟ والله نتمنى ذلك نتمنى ذلك نتمنى ذلك نحن طبعاً ركزنا على ثلاث جوانب نعم الجانب الاجتماعي والجانب الامني والجانب الاستصادي نعم فيما يتعلق بالجانب الامني اللي هي احنا قررنا في الاتفاق الشامل على اساس أن احنا ندعم المؤسسة العسكرية والمؤسسات الامنية الموجودة في البلديات نعم والوقوف معها ونطالب الدولة ونطالب الحكومة بيدعم هذه المؤسسات لكي يستطيب الامن في بلديات الساحل الغربي العشر ومن ثم يستطيب الامن في الظلاء في بلديات ليبيا ويعمل ليبيين الامن والامان بخدرة لا تعرف نعم بالنسبة لوجود جثة الطفل يهاب المعذاني ذي تسع سنوات والذي تم اقتطافه من قبل مجهولين وهو في طريقه إلى المدرسة وأنتم علقتم الدراسة بعد عمليات خطف متتالية في مدينة سرمان نعم كيف تبرر لنا عمليات الخطف المتتالية اليوم في مدينة سرمان وخاصة للطلبة أو للأطفال بالتحديد أستاذي أستاذي لحب مرضح لك صحاح لك معلومة نعم طفلها بالمعذاني نحن الله أن يتخذ برحمة في مدينة سرمان نعم أنت قلت يا تواب طفل يهاب المعذاني نعم الطفل يهاب المعذاني مسمن سرمان مسمن مدينة سرمان نعم اللي تم خطفه اليومين اللي فاته اسمه عبد المؤمن خالد عليه أبو من ياما نعم وتم الإفراج عليه اليوم بزهود منات الخيرين في قسم المباحث الجنائية طرع صرمان نعم قاموا بتحريات وتقصب إلى أن تم القبض على المسلمين وتم تحرير الطفل وعاد إلى أهله سالما وأنا الآن في منذ الأسرة هل عرفتم الجهة الخاطفة للطفل عبد المؤمن؟ عبد المؤمن خالد علي أبو مليانا نعم هل عرفتم الجهة الخاطفة حتى تم تواصل معهم وإطلاق صرح الطفل؟ والله مش يعني هو تم تحرير والتقصي من قسم المباحث الجنائية طرع صرمان وإلى أن تمصلوا إلى معلومات دلتهم على الخاطفين وتم مدهمة الوكل اللي كان فيه مصطفل عبد المؤمن وتم تحريره ورجع إلى أهله سالما وتم الخبر على الأجموعة وموزودين عنده طرع صرمان نعم شكرا لك سيد عبد النبي البوسيف عميد بلدية صرمان كنت معنا عبر الهاتف قتل مواطن وجرح آخر جراء انفجار لغم أرضي بمنطقة الكرفات السبع شرق مدينة درنة وقال مصدر مقرب من عائلة القتيل إن ابنهم كان في طريقه مع صديق له إلى مزرعة العائلة بمنطقة الفتائح وعفذ بأن اللغم من بقايا الألغام التي خلفها تنظيم الدولة قبل فراره من المنطقة يؤشر إلى أن أكثر من أربعين شخصا لقوا حدفهم بانفجار ألغام أرضية منذ دحل تنظيم الدولة من ضحية الفتائح آخر معاقل التنظيم في درنة في العشرين من أبريل الماضي أطلق مجلس أعيان ليبيا نداء عاجلا في ختم اجتماعه الطريق في مدينة طرابلوس نشد فيه السلطات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وأهل الخير في ليبيا بتقديم يد العون والمساعدة لنزح مدينة سرط لمدن بني وليد وترهونة وثمن المجلس الجهود التي قام بها أهالي ومجالس ترهونة وبني وليد والذين سخروا أمكانياتهم المتواضعة لاستقبال إخوانهم القديمين من سرط مطالبا بتقديم كل سبل الذعم والإمداد من أجل إغاثة النازحين وصل عدد النازحين المسجلين لدى فرع الشؤون الاجتماعية ببلدية زليط إلى 1400 أسرة من عدة مدن ليبي أبرزها سرط وبنغازي وقال مدير فرع الشؤون الاجتماعية بزليط محمد عربي إنهم قاموا بحصر النازحين بالتنسيق مع المجلس البلدي بهدف تسجيلهم بشكل رسمي وأضاف عربي بأن أزمة السكن من أبرز المشاكل التي تواجههم خاصة مع عدم وجود ميزارية مخصصة من قبل الجهات الحكومية لمساعدة هؤلاء النازحين عادت مجموعة من الأسر النازحة لمدينة أوباري من مدينة الجفرة بمساعدة من المجلس البلدي الجفرة وبعض منظمات المجتمع المدني وقال مسؤول شؤون النازحين ببلدية الجفرة أبو بكر جرينغو إن المجلس البلدي رحل السبت 15 عائلة إلى مدينة أوباري وضح جرينغو أن البلدية وضعت جدولاً لعودة كل نازح أوباري لكل نازح أوباري بعد انتهاء العام الدراسي الحالي يؤشر إلى أن عدد الأسر النازحة من أوباري لمدينة الجفرة بلغ 220 عائلة مشاهدين حصادنا متواصل وفيه بعض الفاصل قلق محلي ودولي إذا أتدهر الأوضاع الصحية في ليبيا اللعب الليبي أكرم الزوي يتوج هداف لدور الأردني لكرة القدم ترجمة نانسي قنقر 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 طوال شهور العشرة الماضية أقيمت الاحتفالية بمناسبة تحرير مدينة درنة بملعب النادي الإفريقي وقبل موعد الاحتفالية بساعات اقتضت ساحة الملعب بأعداد كبيرة غير متوقعة من الأهالي بحسب اللجنة المنظمة للاحتفال أول مرة حتى المنصقين تعين الحفلة مشتوقعين العدد الكامل هائل أضياء ما شاء الله حتى من كرسى ومناطب المجاورة دعوة للتعاضل والتكاتف يكونوا صف واحد ويكونوا على قلب الرجل واحد واليوم نحتفل بانتصارنا الذي قام به شبابنا وأبناؤنا وفلذات أكبادنا اليوم نشوف الفرحة الجميع مننا من الأطفال من الأسر من النازحين الذين ردوا إلى بيوتهم رجال ونساء من جميع الأعمار جاءوا ليشاركوا في احتفالية المدينة حيث عرضت فقرات متنوعة ومتعددة ما بين الغنائية والإنشادية والعروض المسرحية وأقامت فرق الهلال والكف ومؤسسات المجتمع المدني مسابقات ترفيهية للأطفال ووزعت خلال الاحتفالية أكثر من خمسة ألاف هدية على الأطفال وحرصت اللجنة المنظمة أن تكون هذه الهدايا ألعابا تجدد الروح المعنوية للطفل الذي يبحث عن الفرح والسعادة وإعادة الثقة بنفسه واستمر الاحتفال حتى ساعة متأخرة من الليل وشارك شعراء من المدينة في أمسية شعرية وأطلقت في سماء درنة أكثر من ألف منطاض أنار سماء المدينة هذا اليوم هو يوم عرص لمدينة درنة فنقول لهم ألف ألف مبروك هذه المناسبة ويرب إن شاء الله دائما درنة في أفراح ويربي عم الأمن والأمان على مدينة درنة وهذا هو مطلبنا نحن إن شاء الله ومطلب جميع الأسر الليبية وفاتوا 12 طفلا حديثي الولادة في وحدة العناية المركزة بمركز سبهة طبي أقلق المجتمع الليبي وذولي خاصة في ظل الظروف التي تمر بها أغلب المنافق الصحية في البلاد من نقص حادي في الأدوية والمستلزمات الطبية المزيد في سياق التقرير التالي أنظمة الرعاية الصحية في ليبيا على حافة الإنهيار بسبب النقص الشديد في القائمين والعاملين على الرعاية ناهيك عن النقص الحادي في الأدوية والمستلزمات الطبية الأمر الذي أثر سلبا على قرابة المليونين من الأشخاص في ليبيا هم في أمس الحاجة إلى الرعاية الصحية ترد الأوضاع الصحية في البلاد عبر عنها منسق الشؤون الإنسانية لدى ليبيا بالأمر المخزي حيال تدهور المعايير الصحية والتي أودت بحياة 12 طفلا حديثي الولادة بالمركز الطبي بسبها بسبب النقص في المرافق الرئيسية التي كانت بإمكانها أن تحول دون وقوع الكارثة قلق المجتمع الليبي والدولي إزاء حالات الوفيات وغياب الدعم للحد من الخسائر غير المبررة في الأرواح والذي يحتاج إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة من الحكومة الليبية والمجتمع الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الإنهيار الكبير لأنظمة الصحة في ليبيا نظم عدد من مؤسسات المجتمع المدني بطرابلوس بزارا خيريا لإفتتاح مركز جديد لأطفال مرضى السرطان لتأهيلهم نفسيا واجتماعيا البزار الذي أقيم بقرية المغرب العربي بمنطقة صيحية أشرف على تنظيمه الاتحاد النسائي الليبي بمشاركة مع عدة مؤسسات من المجتمع المدني حيث شاهد البزار فقرات من لعبة الأيكيدو وعروض لسيارات الكلاسيكية وفقرات متنوعة للأطفال نحن يصرنا اليوم أننا درنا السوق الخيري هذا لأنه يعتبر سوق يختلف عن أي سوق خيري هدف هذا السوق أننا أنشأنا مركز التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي لمرض أطفال السرطان المصابين بالسرطان بفضل الله لقينا تجاوب كبير من جميع الناس والأهل الخير أنهم يتجاوبوا معنا بالنسبة لنا نحن هي هذه أول خطوة أخذناها العام اللي فاد درنا خطوة بسيطة ما كانتش بالحجم هذا الحق يعني كانت خطوة صغيرة اعتبارا للي صار هذا اليوم لأن الحدث ما شاء الله ضم أكثر من 1500 شخص اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى بمدينة القدس اليوم الأحد من باب المغاربة وسط حراسة أملية مشددة من قبل شرطة الاحتلال وعفذ مسؤول الإعلام في مديرية الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس في راس الدبس أن المستوطنين تجولوا داخل المسجد الأقصى وقام بعضهم بأذاء صلوات وذكرت مواقع فلسطينية أن المستوطنين اقتحموا المسجد ضمن فترة الاقتحامات الصباحية من باب المغاربة الذي يخضع للسيطرة الإسرائيلية بشكل كامل وتسع حكومة الاحتلال إلى إقرار الجانبين الفلسطيني والأردني بأن لليهود الحق في دخول الأقصى بأوقات وأماكن محددة وهو ما يسمى التقسيم الزمنية والمكانية سلم رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح اليوم نفسه لسلطات الاحتلال الإسرائيلي حيث سينفذ حكما أو حكما بالسجن لمدة تسع أشهر بزعم الثحريض على العنف وقررت مصلحة السجون الإسرائيلية نقله إلى العزل الانفردي في سجن نفحه الصحراوي أو نفحة الصحراوي وقبل تسليمه نفسه أكد صلاح في تصريح لوسائل الإعلام ثباته على مبذئه الإسلامية والعربية والفلسطينية كما أشاد قيديو الحركة بموقفه معتبرين أنه دفع حريته ثمنا لمبذئه والإدفاع عن المسجد الأقصى وأن اعتقاله يفضح حقيقة إسرائيل تلك الدولة التي تتغنى بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط تبنى تنظيم الدولة الهجوم الذي قتل فيه ثمانية من أفراد الأمن المصري في وقت مبكر من صباح اليوم الأخذ في منطقة حلوان جنوب العاصمة وقد شيعت في القاهرة جنازة عناصر الشرطة المقتلين ونشر تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة بيانا قال فيه إن عددا من مسلحيه هاجم حافلة نقل تعقل ثمانية من جهاز مباحث الشرطة بمنطقة حلوان مضيفا إنهم قتلوهم جميعا واستولوا على أسلحتهم وذكرت مصادر إن من بين القتل ثمانية ضباطا أو ضابطا برتبة نقيب وذكر بيانا داخلية إن الأجهزة الأمنية تقوم بتمشيط المنطقة وتكثف جهودها لضبط الجنات تويج اللعب الليبي أكرم ازدويها دافل دور الأردني لكرة القدم لتنهال على اللاعب العديد من عروض الاحتراف المحلية والعربية تفاصيل أوفى في نص التقرير التالي قيل قديما رب ضارة نافعة فعند توقف عجلة دور الكرة في ليبيا عن الدوران لقرابة العامين استغل عدد من اللاعبين الموقف لخوض تجارب احترافية وكان من بينهم المهاجم الموهوب أكرم الزوي أكرم الزوي الذي لم يكمل عامها الرابع والعشرون بعد لعب محليا لنادي الأخضر ونادي الهلال في بداية الموسم المنصر وقع الزوي مع نادي الحسين إربد الأردني ليسجل تألقه في أولى الجوالات في وقت لم يحظى باهتمام مدرد المتخم وصل زوي عزفة الحالة وتوجع عطاءه بجائزة أفض اللاعب محترفا في مرحلة الدهاب لم يكتفي ابن الهلال بهذا مصرا على ترك بصمة الليبية في دور المنصير ليتوج ملكا على عرش هدفية دور الأردني برصيد أربعة عشر هدفا لتنهال العروض على زوي من دوريات عربية أقوى وحتما سيبرز فيها هلال ابن هلال ليبيا مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري لهذا اليوم وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيه غرفة العمليات الخاصة المكلفة من المجلس الرئاسي تؤكد جهزياتها لتحرير السرط حكومة الوفاق الوطني تؤكد أن الحرب على داعش ليست مسؤولية أي قوة موازية للدولة الجامعة العربية تصرح أن ليبيا تحتاج إلى مساعدة دول العربية والسر يقول نرحب بالمساعدة الدولية ونرفض تدخل في شؤوننا دمتم في أمان الله وحفظ الله ليبيا اشتركوا في القناة